السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا حبابي? عاملين ايه? يارب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بصلاة سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه اجمعين. النهاردة زي احنا متعوجين هنعمل منيو الاسبوع. منيو الاكلات الاسبوع. اول حاجة متعوجين عليها ومتفقين عليها الصدقة. هنطلع الصدقة. الصدقة جيت ممكن. هتطلعي الصدقة ممكن بنية لو عندك لقدر الله حد مريض ربناش في مرضانا ومرضا المسلمين. هتطلعي بنية ان ربنا يشفي المريض اللي عندك ده. آآ عندك اي آآ قرب اللي قدر الله هتقولي بنية ان ربنا يفك عنك القرب ده. آآ ممكن تقولي بنية سعة الارزاق. بنية البركة. بنية آآ صلاح وهادات الاولاد. وانت بطلع الصدقة ادعي اي دعاية. آآ طلعي الصدقة من بايدك. اول ما اطلعي بايدك لاي حد محتاج لو طلعتها في ساعتها يعني وانت في السوق او حاجة. ده ببقى وقت استجابي الدعاية. اول ما اطلعي الفلوس بايدك خدهي للجنب كده وادعي بلي انت عايزين. وربنا يستجب بازن الله. ماشي بقى هنطلع الصدقة حتى لو بجزء لازم احنا مقايلين ومتفقين مع معا. آآ هنبتجي طبعا يومنا بيوم الجامعة. يوم الجامعة هنعمل سنية بطاطس باللحم وروز معمر. آآ ممكن بقى سنية البطاطس دي تبدليها بلوبيا بفصولية بآآ بسلة باي نوع خضر عندك مع اللحمة والروز. طبعا انا ممكن ممشيش على الجدول ده كله. انا ممكن يجي يقولولي لأ مش عايزيني النهاردة ناكل كزا فاغير واجبة او واجبتين او ممكن اغير المينيو كله. على الحسب برضو ايه ما باسألهم وبيشوفهم عايزين ايه. فممكن اغير اكلة او وكليتين من المينيو ده كله. انت برضو شوفي خد يدي افكار وخد منها الافكار اللي ناس بك عايز تاخذي فكرة اتنين تلاتة عايز تمشي عليه كله وبرضو ممكن تبدلي يعني في الايام يعني الايام ممكن برضو ابدل فيها عادي. ماشي يبقى قلنا يوم الجمعة نام سنية بطاطس باللحمة ورز معمر. يوم الحد هنعمل آآ نفس الاكل وحنعمل جنبه شويت شوف بتصنى العصفور. يوم الاتنين هنعمل كبدة اسكندراني وبطاطس الحمارة. هتعملها سندوتيات بقى وهتكليها بالعيش اللي يعجب. كيب سيب تبقى حلو قوي في السندوتيات اللي عاشر فينو. اللي هو القديم بتاع زماني مش اللي هو الايلي بتاع دلوقتي. تمام يوم التلات بقى ان شاء الله هنعمل بطاطس بوريك وفلفل بالسلسة. البطاطس البوريك دي بطاطس بتتسلق وبنحط عليها بيدو حاجات كده وبعدين بنحطها في آآ بنحط في الاحمافرومة في الحشوة وبنحطها في الفرن بتبقى طعمها حلو قوي مع العيش المحمص ومع فلفل بالسلسة او ممكن تعملي معها شويت مخلل بقى اي مخلل بتبقى حلوة برضو مع الليفت قوي. تمام يوم الاربع هنعمل مكارونا وبنية. زي ما احنا متفقين البنية هنجي يعني يعني هنجيبتي نص عن خنصة حتة على جمي زي ما احنا متفقين وهنشل على الاخر الشهر. تمام? هنعمل كده في البنية في اللاحما المفرومة في اي حاجة جبتيها هشل لي حتة على جمي وونسيها. هعملكوا برضو ميزانية ان شاء الله آآ زيت وزيار مصروف الشهر بتاعك او المرتب بتاعك على الشهر من غير ما تيجي اخر الشهر تبقى مزنوقة. يعني بحيس ان احنا حنقسمه كله بحيس ان احنا نيجي اخر الشهر يبقى معنا فلوس زي اول الشهر زي نص الشهر. آآ بنبقى ماشيينه على طول كده تمام ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل لكو قريب ازن الله. في يوم الاربع هنعمل مكارونا وبنيه وسلطات بقى. وبطاطس الحمارة كده ايام. يوم الخميس هنعمل بسقعة وبطاطس حمارة. وبوائد تلاجة بقى. فاض شوية بطاطس عندك حتشون في الفريزر هتطلعيهم من يوم الخميس. فاض عندك شوية كبدة هتسخانيهم. فاض شوية بطاطس بوريك. اي حاجة عندك هتفيد من البقية الاسبوع هتطلعيهم جنب المساقعة يوم الخميس وانمشي يومنا ونحمل ربنا علي. اللحوم بقى هنجيب نص لحمة بتسعين جنيه. عزب بديلي اللحمة هجيب فراخ اللي عجبك يعني. تمام? يوم بعد كده هنجيب بقى ايه? الكبدة بخمسة وخمسين. هنجيب نص مفروم بخمسة وعشرين. آآ نص بني بخمسين. الخضار هنجيب الكرنبيت هقولي حوالي عشرة جنيه يعني بالمتقصد. البدنجان بخمسة جنيه هنجيب رز بعشرين جنيه. انا ما بجيبش الرز عشان انا ساعد بقى بجابة من التومين او بقى بجابة في مشترات الشهر بتاعة اول الشهر فبيبقى عندي. بس انا عشان فيه طبعا طالبت مني. ان انا احسب الرز مع في المينو يعني فانا حسبتها لها. بالنسبة برضو للزيت والحاجات دي بقى جايبها مع التومين او من او من تقسيمة الشهر بتاعة اول الشهر. فبيبقى عندي الزيت ان شاء الله يعني. فعشان كده انا مش بكتب الرز والزيت والحاجات دي عشان بقى جايبها عندي في اول الشهر يجايبها من التومين. كده المينو كل عامل حوالي متين وخمسين جنيه. طبعا زي ما احنا انت في اين وزي ما قلت لكم ان انا عايزة تبدلي الايام. عايزة تبدلي اكلة. اتغيري اكلة. انا عاملها لكم ولا عايزة يمشي عليها ان شاء الله. يعني مجرد ان هي افكار بس بتجيكم افكار عشان بده ما نحتار كل يوم هناكل ايه? فده بيوفر علينا كتير في التفكير بصراحة. اه يارب المينو بيكون عجبكم النهاردة ويشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.